ترجمة نانسي قنقر نتعرف على هذا النموذج حله وإن كنتم لأول مرة تشاهدون قناتكم التعليمية التلميذ المتميز لا تنسوا الاشتراك فيها والضغط على الإعجاب وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد وبدون إطالة والبركة الله لنتعرف على هذا الموضوع ونبدأ بالتمرين الأول على نقطتين يقول ضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة أمامكم أربع عبارات عبارة الأولى تقول خيط المتمار هو آدات تساعد في معرفة الاتجاه الأفقي صحيح أو خطأ ثانيا يغلي الماء عند درجة الحرارة مئة مئوية أو السلسيوزية صحيح أو خطأ العبارة الثالثة تقول النواقل الكهربائية تمكننا من تشغيل الألات والعوازل تحمينا من السعق الكهربائي صحيح أو خطأ رابعا وأخيرا تقول عندما يتجمد الماء ينقص حجمه صحيح أو خطأ التمرين الثاني نقطتين يقول صنف المواد التالية حسب الجدوان إذن لديكم الخشب، الهواء، الماء، الحديد، البلاستيك، جزم الإنسان المطط والنحس صنفوها مواد ناقلة أو مواد عازلة التمرين الثالث نقطتين أيضا يقول ضع مكان الفراغ اسم التحول المناسب إذن من ماء سائل يتحول إلى ماء صلب كيف نسمي هذا التحول أما من ماء صلب إلى ماء سائل كيف نسميه المهم أكتبه في الوسط ماء سائل إلى بخار كيف نسمي التحول ومن بخار إلى ماء سائل كيف نسمي أيضا التحول لتبقى لديكم الوضعية الإدماجية على أربع نقطة تقول الكهرباء مفيدة ولكنها خطيرة لذا يجب التعامل معها بحذر لتجنب السعق الكهربائي اكتب فقرة من إنشائك تذكر فيها أخطار الكهرباء وقواعد الحماية من أخطار الكهرباء إذن الآن وبعدما تعرفنا على هذا النموذج ما على التلمين إلا أن يجيب لوحده أولا على كل التمارينات لكي يعود إلى هذا الفيديو لاكتشاف الإجابات الصحيحة معي وعلى بركة الله لنبدأ بتصحيح التمرين الأول حيث نضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة والعبارة الأولى تقول خيط المتمر هو أداة تساعد في معرفة الاتجاه الأفقي عبارة خطئة لأن خيط المتمر أداة تساعد في معرفة الاتجاه العمودي ثانيا يغلي الماء عند درجة الحرارة مئمئوية أو السليسيوزية عبارة صحيحة ثالثا النواقل الكهربائية تمكننا من تشغيل الآلات والعوازل تحمينا من السعق الكهربائي أيضا عبارة صحيحة وربيعا أخيرا عندما يتجمد الماء ينقص حجمه عبارة خطئة لأنه عندما يتجمد الماء يزيد حجمه إلى تصحيح التمرين الثاني أين نصنف المواد التالية حسب الجدول ونبدأ بالخشب هي مادة عازلة للكهرباء الهواء أيضا مادة عازلة الماء مادة ناقلة للكهرباء أيضا الحديد مادة ناقلة للكهرباء البلاستيك مادة عازلة جسم الإنسان مادة ناقلة المطاط مادة عازلة أما النحاس مادة ناقلة إلى تصحيح الثمارين الثالث أين أضع مكان الفراغ اسم التحول المناسب إذن من ماء سائل إلى ماء صلب هذا التحول نسميه تجمد أما من ماء صلب يتحول إلى ماء سائل هذا نسميه بالإنسحار من ماء سائل يتحول إلى بخار هذا التحول يسمى بي تبخر أما من بخار يتحول إلى ماء سائل نسمي التحول بالتكثف أما الآن نصحح الوضعية الإدماجية فنجب عن هذه الوضعية كالتالي الكهرباء مفيدة كثيرا في حياتنا اليومية ولكنها خطيرة جدا حيث يمكن أن نصاب بالسعق الكهربائي لذا يجب التعامل معها بحذر كبير ولتجنب ذلك علينا اتباع قواعد الحماية من أخطار الكهرباء منها منع الأطفال من لمس المآخذ وحماية هذه المآخذ بغضاء عازل سواء من البلاستيك أو المطط إضافة إلى مراقبة أسلاك التوصيل وعزلها بالشريط وعدم استعمال الأجهزة الكهربائية في الأماكن المبللة بالماء موسيقى موسيقى